الطاقة هي قوام حياة الصناعة وعنصر أساسي لوسائل النقل وتدفئة المنازل وتبريدها والطهو وزيادة المحاصيل الزراعية اللازمة لإطعام العدد المتزايد لسكان العالم إن معظم مصادر الطاقة على هذا الكوكب محدودة الامدادات ولكن الحاجة إليها آخذة في الازديات وكلما تضاءلت كمية مصدر ما كلما ازداد طلبنا لمصدر آخر إلى أن تضاءل كمية ذلك المصدر أيضا وعندئذ يتحول طلبنا إلى مصدر آخر وهكذا دوالعك لقد فتح العلم أذهاننا مرة أخرى على شكل جديد من أشكال الطاقة وهو في هذه المرة مصدر لا ينضب ترجمة نانسي قنقر موسيقى منذ بزوغ فجر الإنسانية والشمس بالنسبة للإنسان عبارة عن نعمة وفيرة ونقمة إلى حد ما النقمة تتلخص في الحالات التي تكون فيها حرارة الشمس مفرطة وضوء الشمس ساطعا أكثر من اللزوم عندئذ طبعا هذا يؤذي حياة الإنسان في بعض المناطق وإذا كانت الشمس في الواقع تستطيع دون مساعدة أخرى أن تحرك محركا صغيرا في أيدي صبية أو أطفال فلنفتح المجال لخيالنا كي يمضي قدما في تصور ما يمكن أن يستخدمه الإنسان من الطاقة الشمسية التي هي معين له أول ما له آخر نرجو أن يتمكن الإنسان من تسخير هذه الطاقة الشمسية بصورة نسبيا رخيصة ولكن تكون إن شاء الله بصورة دائمة كي نعمل الخير المتوجب علينا للأجيال القادمة إن شاء الله من المراكز الهامة لدراسة الطاقة الشمسية معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يجري فيه مئات العلماء جميع الأبحاث المتعلقة بالطاقة في الكويت مدير المعهد عدنان شهب الدين في إنجاز برامج الطاقة الشمسية في المعهد وضع المعهد نصب عينيه أنه يجب الاستفادة من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية الموجودة في المنطقة ككل في سبيل تحقيق برنامجه ولذلك لجأنا إلى الاتصال مع المؤسسات العلمية في الدول القريبة من الكويت وحددنا معهم بعض البرامج المشتركة لخدمة برنامج تطوير وأبحاث الطاقة الشمسية في الكويت وعلى سبيل المثال لدينا برنامج للتعاون المشترك مع الجمعية العلمية الملكية في الأردن حيث نقوم معهم ببناء منزل شمسي يتم تبريده وتكيفه بالطاقة الشمسية وأيضا لدينا برنامج تعاون مع دولة البحرين لرصد الطاقة الشمسية ورصد عوامل الطبيعة والبيئة في دولة البحرين كل هذا بهدف أنه جميع الجهود تنصب لخدمة البرنامج الذي سوف يحقق فائدة ليست فقط على الكويت وإنما على جميع دول المنطقة أيضا في سبيل هذا المجال نجد أنفسنا في بعض الأحيان نلجأ إلى التعاون مع بلدان أخرى التي لديها نفس الاهتمام فلدينا برامج للتعاون مع بعض المؤسسات العلمية في الولايات المتحدة وأوروبا لإنجاز بعض مشاريع برنامج الطاقة الشمسية في الكويت في معهد جورجيا للتكنولوجيا تعمل فرق من العلماء الأمريكيين والأجانب على إيجاد بدائل للوقود الأحفوري ففي هذا المركز لتجارب الحرارة الشمسية يقوم العلماء مثل الدكتور ريتشارد وليامز بالتعاون مع زملاء لهم من العالم العربي بأبحاث ذات أهمية مشتركة لقد تم تركيز ضوء الشمس المسلط على هذه العصار بنسبة 500 ضعف ويمكن استخدام ضوء الشمس المركز لتوليد الطاقة وتصفية الماء وضخها أو لأغراض أخرى كالطاقة ومن الأجهزة المستخدمة لتركيز ضوء الشمس الفرن الشمسي وقد طور معهد جورجيا للتكنولوجيا ومعهد الكويت للأبحاث العلمية أخيرا فرنا شمسيا ضخما يستخدم الآن في الكويت في الأبحاث المتعلقة بمواد ستستعمل في المستقبل في منازلنا وصناعتنا وكان أول مشروع شمسي قام به معهد جورجيا للتكنولوجيا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تطوير جهاز لتكيف الهواء من الطاقة الشمسية وهو الأول من نوعه في العالم العربي وطور معهد جورجيا للتكنولوجيا أخيرا مع جامعة الرياض جهازا لتكيف الهواء من الطاقة الشمسية نقل إلى البحرين حيث استخدم في مؤتمر يتعلق بالطاقة الشمسية ثم أعيد وركب في جامعة الرياض بصفة دائمة إن تبادل الأشخاص المشتركين في دراسة الطاقة الشمسية يسهم إسهاما كبيرا في نقل المعلومات بسرعة في هذا الحقل التكنولوجي السريع التغير وقد عهد إلى الدكتور عاطف الدبس وهو أستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا عهد إليه بمسؤولية إدارة قسم الهندسة في معهد الكويت للأبحاث العلمية ومن بين المشاريع التي تهم الدكتور دبس المضخة المائية الكهربائية الضوئية التي تدار بالطاقة الشمسية الذي تشاهدونه هي خلايا شمسية تولد الطاقة الكهربائية عن طريق الشمس الأشعة الشمسية تحول مباشرة إلى طاقة كهربائية والطاقة الكهربائية في دورها تشغل مضخة والمضخة هذه تضخ المياه في المناطق الصحراوية هذه شغلة مهمة جدا وضخ المياه وكذلك قضية تحليل المياه بطريقة التناضح العكسي الذي يحتاج إلى طاقة كهربائية حتى عهد قريب كانت أجهزة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية ضخمة وباهضة التكاليف لكن العلماء في مقتبرات لينكلن التابعة لمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في الجزء الشمال الشرقي للولايات المتحدة غيروا ذلك كليا فقد طور رونالد ماتلين في بوستن بولاة ماساتشوسيتس جهازا صغيرا للري يمكن استخدامه بفعالية في حوالى خمسين مليون مزرعة صغيرة في سائر أنحاء العالم ويمكن إنزال هذه المضخة البسيطة في أي مجرى مائي أو بركة أو بئر ضحلة في يوم مشمس وخلال دقيقتين تولد الخلايا الكهربائية الضوئية ما يكفي من الطاقة للبدء في ضخ الماء ويمكن للمزارع استخدام هذا الجهاز بقليل من التدريب والخبرة التكنولوجية وكل ما عليه أن يفعله هو أن يحرك الوحدة مرة أو مرتين خلال النهار لتعقب الشمس عبر السماء ويمكنه وضع الجهاز في المنزل خلال الليل لحمايته من التلف ثم ينقله في الصباح على عجلة يد بسيطة إلى أي حقل يشاء أن يرويه وعلى نطاق أوسع تستخدم مائة ألف خلية كهربائية ضوئية لتشغيل جهاز للري في ميد بولاة نبراسكا في أواسط الولايات المتحرة لقد أتى هذا الفريق من العلماء والمهندسين كغيرهم من الزوار الذين قدموا من شتى أنحاء العالم لدراسة هذه الوحدة الشمسية الناجحة للغاية وتولد ألواح الخلايا الضخمة الكهرباء اللازمة لضخ ألف جالون من الماء في الدقيقة ويمكن ضخ الماء إلى بركة للتخزين أو إلى حقول الذرة مباشرة وقد تفوق هذا النظام منذ افتتاحه في عام 1977 على شركة الكهرباء المحلية من حيث انقطاع التيار الكهربائي وعلى بعد شاسع من حقول الذرة في ولاية نبراسكا نجح الإبداع العلمي في تكييف الخلايا الكهربائية الضوئية كمصدر للطاقة في نظام فعال للاتصال على طول الطريق الصحراء والرئيس النائي في الأردن فمع ازدياد حركة مرور السيارات على هذا الطريق الرئيسي تزداد حالات الطوارئ ولكن بالنظر لندرة الكهرباء وعدم توفر الشبكات التليفونية لم تكن هناك وسيلة يستخدمها المسافر لطلب المساعدة ويرعن الحكومة الأردنية أقامت نظاما تليفونيا مبتكرا جديدا للطوارئ يعتمد على الطاقة الشمسية وبفضل هذا النظام أصبحت سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء وشاحنات السحب على بعد مكالمة تليفونية إن الطاقة الكهربائية المتوفرة محليا قليلة جدا كما أن مد أسلاك لتزويد التليفونات بالطاقة مسألة ضاهظة التكاليف لقد أسهمت المعلومات التي تم الحصول عليها من استخدام الخلايا الكهربائية الضوئية في المحطات الفضائية الأمريكية خلال سنين عديدة أسهمت في ابتكار أجهزة يعول عليها إلى درجة كبيرة عند الحاجة إن كل وحدة مزودة بجهاز إرسال لاسلكي متصل بواحدة من ثلاث مدن في الأردن وهناك يبلغ عامل التليفون بواسطة إشارات ضوئية تلقائية بطبيعة المشكلة والجهاز التليفوني الذي تأتي منه المكالمة فإذا لم يتمكن طالب المساعدة من البقاء قرب التليفون أو إذا لم يكن قادرا على الكلام فإن بوسع عامل التليفون معرفة المشكلة وإرسال خدمة الطوارئ المطلوبة ويجتمل هذا النظام الآن على ثمانية وثمانين جهازا سليفونيا على جوانب الطريق وعلى وحدات في أكثر من ثلاثين قرية نائية مما يؤكد أن الطاقة الشمسية تسهم في توفير خدمات الطوارئ التي لم تكن متوفرة من قبل وكما حسن العلماء فعالية الخلايا الكهربائية الضوئية في الاستخدام العام فهم يستخدمون الشمس الآن بمئات الوسائل لبعث الأمل لدى سكان الجنوب الغرب الأمريكي حيث يحاول الناس منذ ألف سنة الاعتماد على تربة قفرع لقد استخدم رعاة البقر هذه الأرض لرعي مواشيهم وجاء بعدهم المزارعون أملا في تسخير الرياح لسحب الماء من جوف الأرض وحفرت آبار عميقة لنقل الماء إلى السطح ولكن ذلك احتاج إلى طاقة بالغة التكاليف كالبنزين أو الغاز الطبيعي ويرأن ذلك يتم الآن باستخدام أهم موارد المنطقة ألا وهو الشمس وعند ارتفاع الشمس في أفق ويلرد بولاة نيو مكسيكو ترتفع معها المجمعات الشمسية لتركيز ضوء الشمس عليها وتحويله إلى كهرباء ترجمة نانسي قنقر لقد بدأ أول مشروع ضخم للري باستخدام الطاقة الشمسية في ضخ الماء في عام 1977 حيث تحول العاكسات المنحنية ضوء الشمس إلى حرارة تحول بدورها سائل الفريون إلى غاز ويشغل هذا الغاز طوربينا يولد الكهرباء اللازمة لضخ الماء من بئر جوفية ويخزن الماء في بركة ويستخدم لري مئة فدان من المحاصيل إن التكنولوجيا الشمسية ملائمة بصورة فريدة للزراعة لأن المحاصيل تحتاج إلى أكبر قدر من الماء حين تكون الشمس في أوج سخونتها وهي النقطة التي تعمل فيها الأجهزة الشمسية بأقصى طاقتها وفي الأيام المشرقة ينتج الجهاز من الطاقة أكثر مما تدعو الحاجة إليه ويتم خزن الفائض منها لضخ الماء في الأيام الغائمة إن الري بواسطة الطاقة الشمسية يحد من جفاف المناخ مع أن هذه الأجهزة تستهلك 70% من الطاقة المستخدمة في الزراعة في هذا الجزء من البلد ورغم ذلك فإن الطاقة الشمسية توفر حلا عمليا للحاجة إلى مراع دائمة وحقول زراعية منتجة ونتيجة لذلك هناك اهتمام كبير بتطبيق هذه العملية الأمريكية في المناطق الصحراوية بشرق الأوسط حيث يتوفر الماء في جوف الأرض ويداعب الناس حلم قديم وهو تسخير الشمس لخدمة البشر لقد كان للمقص في الطاقة وارتفاع تكاليف البترول أثر على المزارعين في سائر أنحاء العالم سواء في صناعة الأسمدة أو تزويد مضخات الري بالوقود أو نقل المحاصيل إلى الأسواق وقد تعرضت بعض المحاصيل للجفاف حين تركت في الحقول تحت أشعة الشمس لكن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة نتيجة تعرضها للتلف ولآثار الحشرات والحيوانات القارضة وعند جمع الطاقة الشمسية تستخدم الحرارة الشمسية لتجفيف المحاصيل داخل المباني حيث لا تتعرض للتلف وتخزن الحرارة عادة في صهريج مملوء بسائل أو في صندوق مملوء بصخور ومن العمليات الزراعية الأخرى التي تستهلك طاقة كبيرة تجفيف الحبوب الذي يستهلك كل عام كميات كبيرة من الفترول غير أن الطاقة الشمسية تلعب دورا هاما في هذا المجال أيضا إذ تجمع الطاقة الشمسية بشكل هواء ساخن تطلقه مراوح عبر أنابيب ضخمة لتجفيف الحبوب وفي المناطق الشرقية والوسطى للولايات المتحدة حيث يمكن أن تلحق الأمطار والرطوبة أضرارا بالمحاصيل يضمن استخدام التجفيف الشمسي في صندوق خاصة وصول جزء أكبر من المحصول إلى الأسواق موسيقى ومع أن إمكانيات استغلال طاقة الشمس للأغراض الزراعية تبدو لا نهاية لها فإن استغلالها لراحة الإنسان وحاجاته المباشرة لا تقل أهمية في هذا المركز الأردني في العقبة يتم تطوير وسائل جديدة للحصول على الماء العذب من الماء المالح وقد اكتشف العلماء أنه بتسخير طاقة الشمس يمكن تحلية الماء المالح بتكاليف تقل عن تكاليف نقل المياه العذبة بواسطة أنابيب طويلة أو شاحنات ولا يخفى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لذلك موسيقى لقد وجد الباحثون باستخدام أساليب تحليل خاصة تم تطويرها في الولايات المتحرة أنه باستخدام مجمعات تبلغ مساحتها ثلاثمائة وخمسة وسبعين مترا مربعا فإن مجموعة ما تنتجه عملية تحلية المياه الحالية يصل إلى ألثي لتر من الماء العذب في اليوم ويجري الباحثون الآن تجارب على جهاز يستخدم على مرحلتين من شأنه أن يزيد الإنتاج بنسبة ستين بالمئة وهذا يعني أن جهازا بهذا الحجم سينتج أكثر من ثلاثة ألاف متر من الماء العذب في اليوم ويتضمن التخطيط الطويل الأمد للحكومة الأردنية تركيب سخانات ماء شمسية على أسطح جميع المنازل لتوفير كميات كبيرة من الموارد التقليدية للطاقة وتستخدم الآن 1500 وحدة في أحد المشروعات السكنية في مدينة العقبة زودت كل منها بسخان ماء شمسي لقد استفادت الحكومة الأردنية ببراعة من الأبحاث المعقدة للمؤسسات المختصة بالتقدم التكنولوجي ونجحت في تحقيق هدفها بإيجاد تكنولوجيا وثيقة الصلة بحاجاتها المحلية إن تسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية ليس بظاهرة جديدة في الشرق الأوسط غير أن المواد الجديدة الرخيطة التكاليف والتكنولوجيا المحسنة زادت من توفر وحدات تسخين الماء والاعتماد عليها وتصنع في المصانع الأمريكية قطع من سخانات المياه وتشحن إلى الأردن حيث يقوم عمال المحليون بتجميعها وبهذه الطريقة تحافظ المصانع على انخفاض التكلفة وتصنع وحدات يمكن لعدد أكبر من الناس شراؤها ومع انتشار صناعة الطاقة الشمسية في العالم يمكن الاستفادة من التحسينات التكنولوجية على صعيد عالمي وتستعمل في شرق الولايات المتحدة ألواح متحركة مشابهة في منزل تجربي تستخدم فيه الطاقة الشمسية وتحفظ فيه الطاقة باستخدام تكنولوجيا متقدمة وهناك عوامل أخرى تحجب الشمس عن المنزل في الصيف وتحفظ الحرارة في الشتاء وتحفظ المجمعات الشمسية ما يكفي من الطاقة الشمسية للمساعدة في تدفئة المنزل وتسخين 70% من ماءه وتوفر مجموعة خاصة من الخلايا الشمسية الطاقة للأجهزة الطارئة لأضواء الأمان وانزارات الحريق وتوفر الأضواء الصاطعة الموجودة على الأسطح جزءا من الإضاءة في الداخل ويستخدم جهاز ألكتروني في الجاراج لمراقبة جميع أجزاء المنزل بصفة مستمرة ويستخدم العلماء في سائر أنحاء العالم هذه النتائج لتلبية الاحتياجات المنزلية لشعوبهم ومن أكبر المباني المزودة بالطاقة الشمسية في العالم مركز ضخم للاستجمام في بلدة شناندوة الجديدة بولاة جورجيا في جنوب شرقي الولايات المتحرة لقد أحيطت ثلاثة جوانب للمبنى بطبقة من التراب لعزل البناء والتوفير في استهلاك الطاقة وتوجد على سطح المبنى ألواح شمسية تبلغ مساحتها ألف متر مربعة ويسخن الماء الذي يمر بالألواح إلى حرارة تصل إلى 110 درجات مئوية ويستخدم الماء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء والسخانات العادية وتسخين الماء وتسخين بيرك السباحة وتزود الشمس حوالى 90% من التدفئة و60% من التبريد في المبنى إن الصناعة من أكبر مصادر استهلاك الوقود الأحفوري في العالم وإذا أمكن استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة فإن من الممكن توفير كميات ضخمة من البترول وفي الجزء الجنوب الشرقي للولايات المتحدة يطبق هذا المبدأ في مصنع بلايلة في بلدة شناندوا بولاة جورجيا أيضا حيث تصنع المنسوجات للأزياء الحديثة وقد يكون لنجاح هذه التجربة مدلولات هامة للصناعة خاصة في الدول التي تنعم بوفرة ضوء الشمس الدكتور ويليامز الأستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا يتحدث عن أهمية هذا المشروع التجريبي سيمتلئ هذا الحقل قريبا بـ 120 من أطباق المجمعات الشمسية المكثفة الضخمة التي يبلغ قطر كل منها أربعة أمتار إن هذا نموذج عملي صغير وسوف يبلغ الحجم الطبيعي للأطباق أربعة أضعاف طول وسيركز الطبق الأشعة الشمسية التي تسخن سائلا يتدفق عبر جهاز الاستقبال إلى 400 درجة مئوية ويستخدم السائل الساخن لتوليد الكهرباء وتستخدم الحرارة الإضافية لتكييف الهواء والتدفئة وتسخين الماء وسوف تغطي المجمعات الشمسية من طاقة تبلغ مساحتها هكتارين كما ستزود قرابة 90% من احتياجات المصنع السنوية من الطاقة وفي صحراء جنوب غرب الولايات المتحدة يستخدم مشروع شمسي من نوع مختلف الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتتعقب الشمس أكثر من 300 مرآة مسطحة وتركز ضوءا مساويا لألف شمس على قمة برج مولدة حرارة تصل إلى 260 درجة مئوية ويمكن إجراء تجارب على متانة المواد المختلفة وتطبيقها في تكنولوجيا المستقبل ويتم إنشاء محطة مشابهة لتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغرب الأمريكي لتكوين البخار الذي يشغل توربينا كهربائيا لقد طورت شركة أمريكية هذا الجهاز بحيث يمكن استخدامه في أي مكان في العالم ينعم بوفرة من ضوء الشمس إن نظرة إلى المستقبل تنبئ بأن تكنولوجيا الطاقة الشمسية ستحقق أحلامنا خارج حدود العالم الذي نعرفه لتمتد إلى أعماق الفضاء ويبحث العلماء وسائل أرسال الطاقة من الفضاء لكي يروا ما إذا كان ذلك ممكنا بصورة فعالة ومأمونة إذ يمكن أن يصل ضوء الشمس 24 ساعة في اليوم إلى مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية يصل حجمها إلى حجم مدينة كبيرة بسبب بعدها عن ظل الأرض ومؤثراتها المناخية ويمكن تحويل الطاقة المولدة إلى موجات صغيرة جدا وإرسالها إلى محطات استقبال على الأرض وهناك تحول الموجات الصغيرة إلى كهرباء لسد احتياجات الطاقة في المدن القريبة ليست الطاقة الشمسية سوى شكل من أشكال الطاقة ولكنها على أي حال شكل مهم ومعين لا ينظر وطاقة بإذن الله دائمة زلية وعلى كل حال الاتجاه في هذه الأيام ينصرف نحو استخدامها بصورة أوسع وأعمق وإن شاء الله تكون أرخص ليه؟ لأن المصادر الأخرى للطاقة كما نعلم آخذة في الانحسار المصادر مثلا مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي إلى آخر ما هناك جيل الجماعة مثل محصوبكم الشيبة قد لا يرى هذه المعجزة استخدام الطاقة الشمسية على أوسع نطاق ولكن أملنا بالله طبعا ثم بالعقل البشري هو أن يتمكن من استخدام الطاقة الشمسية إلى حد يكاد يكون مثل المعجزات كي يراه الأجيال القادمة أحفادكم وأحفادنا إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة